اهلا بكم من جديد بيسعدني ان يرافقني في هذه الفقرة او يشاركني في هذه الفقرة نجمنا كابتن محمد عبدالجليل مسائل فل انت سائل فل يا رئيس ازاي حضرتك طبعا هارس ودانك جوا في القوضة وانتوا يتابعوا الانترو لا بس انا اللي قلقني ان انا وانا داخل من البوابة بتاعت القناة نفسها كان زحمة اوي برا فجماعة في ايه وكده فايقول لنا زحمة الناس كتير واقفة برا مستانين بليغ هيعزمهم مش عايد استاذ بليغ ابو عيد شرفتنا ونورتنا عامل زيتا يعني هو بص عامل زيتا وفين لبر والله استاذ محمد النهاردة كلنا يعني اه بس ايا راي المرة دي ياريت يعترف بقى يعني كل مرة ما بيرضاش اعترف مرة دي يعترف ويسلموا الناس الوقفة قدام باب القناة يعني انت جاب الناس اللي في الشرق جاب تحبه استاذ محمد النهاردة كلها دا محبينه ايه عشان خلص وروح دا كنتا شفت الزحمة قدام باب القناة ازاي كلام الثاني يا سيد محمد يعزمنا النهار دي لعلمك لو دخلت في قلوبه بمسترين انت اللي تعزم مش عادي ما فيش مشاكل انا اصلا على فكر انا وانت واحد بس يقوم بالعزومة من يخسر الرهان الرهان ولا اللي بيكسر الرهان احنا لسه قدامنا لو انت عايز اللي بيكسر الرهان يتياسم مش خلص ما عنديش مشكلة احناك واجد اشرب دمك في ديها بديك مش مشكلة طيب لكن لو انت عايز اللي يعزم وانت لسه بتكابر في الحتة دي وازم محمد ديش مكترقش مكابرة انا مكابر مش رأيي دي معلومات احنا وانت بتقول رأيك خلاص ما عدنا بعد ماتش اسموحة بالي هل انت النهاردة النهاردة الاهلي انا قلت في اسم التسعة وتسين وتسعة من عشر في المية انك يا ربا في قائمة الف ماتش اسموحة بناء على ايه بناء على الجواب اللي جيت تحاد الكورة اللي هو التحاد الكورة لسه حد دلوقتي الاستاذ عامل حسين لسه نهاردة بقولك والله حتى الان تفسيره شائع طب انا هقولك بلوقتي بشكل رسمي لا يا استاذ الاستاذ كابتين عامل حسين ما اقول لها كل التقدير ولها حتى وصديق وانا حتى في موضوعه بتاع بيان بيراميز والرابطة لما انا كنت بعلق عليه الراجل مسته اني بيقول اللي جواه سواء كان ناقص جملة في الاخر اللي بيانت تعمل بتربط حمارتك جنب حمارت العمدة تلعب الظهر بقى تلعب ما دي صحيح تاريخك اهلي وزمالك لا زي ما قال عامل فعلا بص ان لأ دي جماله ممكن اقولك على حاجة احنا لازم نحترم كل القراء لازم نتعود بدون تهكوا يعني هزم نتعود ان تلام الرأس في الاطار القويم انا بطلعش اقولك وانت باك النابسك ايه يعني لا هنا مش عيب لا تهكوا انما اقولك كبتها بجريش ما انا انت قاعد هنا وانا قاعد هنا فتقوله نقدم منك اه فخلاص اقوله العمدة ده منطق ماشي يا عام اقوله انت العمدة العمدة ليه راكمة لكن انا بارفض فكرة التهكوا يعني كل الناس من حققت اعترض وتقولش ما انا انا كذا وش ما اعترض لالتحكم لبقى تحكيم حاجة وان موعيز المباريات حاجة لأ مالحاجة عامل حسين بس الحاجة عامل حسين معلاشي اقول الحاجة عامل حسين مش عضو في الربطة برضو لأ ربطه الان ده ماشي لما كان موجود في الربطة ماشي هو على فكرة مشرف على المسابقه كمان على المسابقه في الربطة يعنى هو pants time هو موّت في الربطة بصفته المسؤول عن المسابقات مشرف عن المسابقات هل حظرتك ان ههو لمّا البيان اللي هو اللاجنة اللي هو موجود فيها بتطلع بيانه起來 ههو بيتكلم بحاجة واللاجنة بتكلم بحاجتين يعنى هل حظرتك ما كانش فيه تنصيق باعتباره الرجل المسؤول عن المسابقات لأ لمينة اللي بيعمل المسابقات لأ ما قصودش يا باريخ يا باليخ أنا مش ضد إبال الربطة لا لا انا ضد الفوض وجمل التهكم اللي موجودة في البيان ولا ضد بيان بيرامدز حتى عشان كده اعتردت على الجزء اللي اتهمه فيه اتحاد القورة بانه بيعملوا للآله ما انا بشوف وقلت لأ انا والله يا عزيزي محمد موجودة نظر في حاجة يعني شوف انت انا موضوع بعد الكلام اللي حركة تكلمت وسواء على البيان بيرامدز او بيان الرقم اتفاقت الاستثورة ووضحت الامور واجبت الجوانب الاجابية في ده او سواء به انا ما مفعش اتكلم تاني فيه ده انت خلاص الموضوع ده يعني انا متفق فيه معك تماما في كل تغطيطك في النقاط الاختلاف مع البيان اه بتاع البرامدز واو الاتفاق ايه يعني انت بصراحة غطيت الموضوع ده يعني بشي رائع تغطيط مميزة خلاص انا عن نفسي ما عندش حاجة هتكلم تاني فالحاجة عامر قلب صدق بس انا بتكلم عن حاجة هو الحاجة عامر هو مش موجود في لجنة المسابقات في الربطة هو المشف عليها اصلا طيب ايه هو انت يعني لما الربطة بتقول لحاجة وانت بتقول لكلام غيرها ما ده كلام مدهش ما انا بقول لك انت بتقول حاجة غير الايلان ربطة ما هو انت يبقى انت حتى بتاع المسابقات مفيش توصيق معك الربطة في النقطة دي بتاعت اللعبة ظهرا ما قالتش ليه اصلا ده هي قالت ايه قالت ده انت كسبت اربعة من خمسة بين هم خمس من شاطم الستة وروح شوف بالله بتحقوا عليك ودوك ارقام غلط وبيسكوتوا على موضوعي لا هي قالت السبب هو بس اظهر ان هو فيه مسواي يعني مش مقصود انت ولا الحاجة الحاجة عامر قال ايه قال يا جماعة ده كلام وده المنطق يخلي بالك اكتر يا فانت بدأ بقول لك كلام مقنع خلاص حاجة عامر قال صدق قال لك يا جماعة دي جامهرية كماركتينج تسويق انا حتى قلت لانديها تاكد زلط بلانديها عشان تاكد فلوس من البس لازم القليل والزمالك يتشافوا والمعلنين مش هديجر على القليل والزمالك وراجل قال حتى جملا اسف لمقاطعتك لما قال ايه لو التلاتة اللاروة وبالناس هتسبق اشغالها ده حقيقة يعني النهاردة الاهلي بيلعب ماتش او الزمالك جامهرية عريضة جدا اي اهلاو او الزمالكاوي لازم يعني الاهلي بيلعب مع المصر اخر ماتش والزمالك بيلعب باخر ماتش كان دخلية ولا مين اخر ماتش الزمالك دخلية او لا مش الدخلية او الماتش يتعادل فيه زمالك اتعادل كثير فلازم جمهور الزمالك هتفرج ماتش دخلية تحت ماتش صعب وحتى لو ساحت والاهمي جمهوره هتفرج على الاهليو المصر مفيش حد بيلعب ده كان زمان لما يقولك ماتش بس طبعا فاكر كان مالي بفي 80 ألف لما فيتم التهدي لما الناد ميكونش يواخد فلوس اقولك انا مش ابس الماتش بتاعي الناس كان بتهرب فعلا من المدارس قايرا ده 80 ألف وكانت ماتشات ايه كابتر مش أهلي وزمالك لا لا اهلي والسويس. اه والله والزمالك والله والألمونيوم تلاقي في تمانين الف. خمسة وتمانين الف في الاستاد ليلة ماتش ما تزعرش. انا فاكر اهلي والسويس ليلة انا جبت الجول. في استاد القيارة تمانين الف. اهلي والسويس. وكانت الناس تقعد تجرى على الراديو. طبعا. اه. الراجل بيقول لي انا بكتبها هرب من مدرسة. عشان انا كتفرج عليك. وده حقيقي. المهم هو. فالحاجة عامل اهل الصدق. ده مايزعلش بيرامدز. مايزعلش فيوتشار. مايزعلش. انا اغرب بس حاجة. انا راسه بس فكرة التنصيق بين المسؤولين يا. بس انا في حاجة. انا قلت انت هديك اتعلق اللي علىها تمسك فيها. قال لك في عشرين الف جنيه خاصة على بيرامدز في القرارات بتاع تلاقي في المسابقات بسبب السباب الجماهير للجمهور بيرامدز. اه يا بيرامدز دي جماهير. على عدد. ما احنا نرجع بقى لشركة اللي هي الاحصائيات اللي طالح عشان كنت اذكرتك. كان موجود كم واحد اه من الجمهور. دي جديدة دي. اه. جمهور ايه بيرامد. انا بقى لك مواطنة. خمسة وخمسين واحد الموجودين. من قطاع النشئين الموجود على شوية الموظفين هما دولوك دولو سبوا يعني. اه. طب تمام. طب عموما عموما مش ده. بس انا اخر حاجة في حتة التسويق دي. ان انا يعني على حد علمي برضو يعني فكرة انه. اذا كاستثمار. اه. قتل استثمار او التسويق. ان هو كان فيه اجتماع تمهيد اللي حصل مع المدير التنفيذي مع وزير الشباب والرياضة. لانه هيبقى فيه اجتماع موسع. هيضم مالك نادي بيرامدس. اللي هو الاستساد سالم الشمسي. ورئيس ربطة الاندية. ورئيس اتحاد الكورة. مع الدكتور اشرف صبح وزير الشباب والرياضة. انا عايز اقول له الدكتور اشرف. انا ممكن اجي الاجتماع ده. واقنع الراجل بكم من افكار الاستثمار. بس بس المقصد. انا ما اجيبش الراجل اكلمه ابدا في الماتشي يا جلال. المقصد. اما لسه انا هكمل حرارة الكلام. المقصد مش الاعدة ان انت ايه ايه الدور ونقش وماتش وكس لا. فكرة ان انت ازاي. تسهل. استثمار يزيد وان انت بدلا ما يبقى عادك في حاجة ازا كده. تبق انت يعني انت بدلا ما الراجل بتتكلم عن الاستثمار هنا مخنوق وانت مخنوق. لا. ازاي انت نفسك تدعى وبتدعى انه انت يعني بحس يبقى ايجي مستثمرين غيره. يسهل له. يسهل له. لا وهو يكون يعني انت لما انت يعني بتتكلم عن تجربتك الجيدة. فاتت هتكون ميزة انه يجي مستثمرين. هجب اغراء لاي مستثمر يجي. فده الاعدة هتبقى عشان كده مش عشان منقشة القرارات او منقشة البيان. يا بس في حاجة اه اصباليك يعني. هو اه اه بيرامز او خمس سنة. حدش ده اصله على طرف. اربعة سنة. اربعة سنة. اربعة سنة. حدش ده اصله على طرف يعني احنا كلنا بنحب التجربة. بقولك ايه. احنا كلنا متنمرين ببيرامز. لا. لا اللي بيفهمك. لا اه هقولك على حاجة. هي ممكن يبقى اشواء اصل بيدفاعك فيه اصل اصل. لا يا كابتن. من ساعة موقف عبدالله السعيد ورمضان صبحي. لا 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 وانشاؤه. لا فيه تنمر. لا من بداية من بداية. خلينا نقول. ده خلينا نقول. ده خلينا غير الاسم عبدالأسيوطي. اللي هما بيحبوا الاهل اول. ما هيا كابتن ما يفقش احنا عجرب. احنا كميديا. ما يفقش نبقى كده. لازم نقول للناس. نقول للناس برضو. ده استثمار بيعود على الكرة المصرية على الدولة المصرية. يعني ممكن تلاقي اخوك بالشغل في النادي ده. اي. ممكن تلاقي عائلات فتحة بيوتة من النادي ده. ده عملة صعبة بتخش مصر. لا امانة برهم ازا عمل تفصرة جامدة. صح? وقوة كل حاجة. طبعا من ازا النهاردة بقى ليه دور في المربع ازا دي كل سنة. تاني الدوري والنهاردة. كل سنة. لا وماتشاطه اهل وزمالك. بيتتتابع. طبعا. بس بعد كل ده ايه? الاهل والزمالك على المصرح. واتباقي كله. طبعا. انا اعتردت بس على في البيانة الرابطة على ان ما في مقارنة بين الاهل و. لا انت عندك حق. التاريخ يا كابتن. بس بارمد في حاجة ما تقرنوش بحاجة. لا اقام بقاش اهل وزمالك. ما تقارنش برشلونة بقى المرية. معلش في الدوري الاجباني. طبعا. طبعا. اهو بلد الوليد. اهو بلد الوليد بريال مدريد. حتى فالانسيا. مش 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 تقليلا. انما ده تاريخ. مش تقليلا. بس اهل وزمالك ده موضوع تعالي. طبعا. طبعا. برامد فيو تشان. ما المقصة دي كانت تاني الدوري. يعني برامد فيو تشان. مقصة فيهم الايام. كانت تاني دوري. صح. تاني الدوري. صح. بس مكانش فيها خلاف مع ان دي. لكن برامد لأ. بالنسبة للنادي الاهل لا. يعني خصم وخصم. طبعا. ممالو. اه. يعني مش مش معقول. اه طبعا. وده مقود في الدنيا كلها ومهم وآآ. اي بس العلاقة بين برامد والزمالك اهدى من العلاقة بين برامد ذو الاهل. وده اللي هزروفها. بالعاكس ده في اول السنة كان برامد ذو الاهل يا حبايب. فاكر اول قبل. لا 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 لا. ده الله. ولا مدار. لا لا. بس خط بالك واجي وقت. كان فيه الدنيا هادية. حابة الدنيا تقل لما جيه افشة. صحات. ولما حصل كده صحات. بس معرفش. هاجة تاني ليه معرفش. اه. لما. لما حصل الهاجة تاني. عموما. عموما. انا بقى اتمنى ان الخبر بتاعك يكون ان شاء الله صادق وسليم. بتاع التمهيد لاجتماع السيد الوزير مع السيد سلم الشمسي. طبعا ما نخصرش الناس ده. واعتمنى يبقى فيهم اجتماع تاني. بس فكرة مش مش فكرة كرة يا جماعة برضو يا ده فكرة ازاي انت بالعكس. انت راجل كمستثمر ما ينفعش تقول انا مسلا كزا لأ. انت راجل مستثمر انت تبقى تجربتك تحكي عن تجربتك النجحة في مصر عشان غيرك ييجي ويجي 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 ويبقى التجربة دي احنا بنستفاد من ريالة دلوقتي استثمار. بس هو السؤال السؤال التاني. واتمنى يكون في اجتماع موسع برضو. مع السادة المستثمرين. اقول لك الانديان المصرية الخاصة. اه. مس كده برضو. تمام. يعني. يعني طم تعمل برضو اجتماع موسع لفيوتشر. البنك الاهلي. معاك فاركو. البنك الاهلي. معاك البنك الاهلي. قصد سيراميكا كمان. معاك سيراميكا. ومعاك ودي دجلة. فاركو. وحرس الحدود. وزد. او ماشي. خنافة الانديان الخاصة. وزد طبعا. وكل الانديان الخاصة اهو. ما تجمحها برضو. وشوف ازاي تسهل استثماراته. يعني افرض نادي فيوتشر عايز يعمل نادي كبير. عايز يعمل استاد. او نادي زد عايز يعمل استاد. او نادي فاركو عايز يعمل. المانع. اسهله ده. وعند انا لساد عاصم الجزار وزير الاسكان. رجل يعني بص. لو قعدت معاه. فكر استثماري على اعلى مستوى. يعني لو حصل شراكة بين وزارة شاب والرياضة. بين وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية. مع هزي الانديا التي تستثمر. هتشوف استثمارات في مجال كرة القدم والرياضة ضخمة جدا. اتعدى. وانا مستعد من بوكس تو بوكس. وانا بشكل شخصي اكون الكوردينياتور بتاع القصة. منسق للقصة دي مع الناس كلها. انا اعرف انه مثلا اي حد بيعمل شركة. هم متطوعين. يعني احنا بوكس تو بوكس متطوعين. اي حد بيعمل شركة خدمات رياضية او اي حاجة فيها فكر استثمار. بالامانة وزارة الرياضة في فكر تغير بالنسبة له. يعني علوم الادارة. اه. ثم التزويق. اه. هو راجل كان في الامارات وفي الشرقة وكل وكل ودكتوراه بتاعاته في كده. هو اصلا كان. هو اصلا كان وخلي بالحضرتك حتى فكر استثماري ده. طب بقى وفي مراكز الشباب ان ازاي انت بتستثمار فينا. طب وما انت عندك اهو. ازاي كده وفي مراكز الشباب فيه فاني حاجة ايجابين. طب ما تيجي نجيب فاركو وتيجي نجيب سيراميكا وتيجي نجيب زياميكا. هو بالامان الراجل يعني ما بفيش حاجة بيطلوك حاجة ويقعد معا ما بيقعدش معا. ايوه اقصد نوسع شوية الفكرة. يعني ده ده المطلوب. يعني عشان ما دايش الموضوع بقى وقت اكتر من كده. خلاص كده? انت كهربا مصرة على. طب ما نركع بس نتكلم شوية يعني ندردش شوية. لا على مين ندردش على مين? ندردش على كهربا اكتر ملاعب. لا. خلاص هنستنى يوم سموحها بعد بكرة. سكتت. انا كلهم اتكلم يا جماعة. حتى لو ملعبش سموحها ما هلعب الاهلي. ده. وملعبش الاهلي هلعب. لا. سأنا لحظة واحدة ده قرار فني الكولر. بص النهاردة كمان الاهلي بعد. لا يا فدي مش قرار فني. الاهلي حتى الان منتظر رد من اتحاد الكورة. مش كنا نقول انه هو جاهز لماتش المصري. اساس بريق انا هقول لك معلومات موثقة. حل? ما كان هلعب المصري معلومات موثقة. لا ما هلعبش هو ده قرار فني. اتحاد الكورة اجرى اتصال بالفيف. لو اتصال الهاتفي. اتصال الهاتفي بالفيف. اه. صح كده. وبالراجل المسؤول عن عزيز القضايا شخصيا. وسأله. نصا في التليفون. والراجل قال له احنا بعتلكو اميلاتو بعتلكو. بنفس الكلام. اه بنفس الكلام. فقال له طب قول لنا يلعب. ولا ما يلعبش. ولا ما يلعبش. قالت طبعا يلعب. قاله شكرا. لا اتحدى ان اتحاد الكورة يطلع بيان رسمي بالكلام ده. بس انا بقول لك. الاهل عمل ايه. ما فيش واحد ليه في اتحاد الكورة. الاهل عمل ايه. بعت النهاردة جواب رسمي. قال لهم انا هلعب كهربا ماتش يسموح. ردوا عليه. حلو. لازم يرد عليه. ما ردش عليه. لازم يرد. ما ردش. لا ممكن يكون نودي بلقنا معرفش. لا حد الان ما ردش. انا معرفش. يعني يعني الجهات اللي هي. عزمك انا بقى خلاص. انا عزمك. انا بس نتكلفه موضوع. موضوع ايه. هو اتحاد الكورة هيقول حاجة من اتنين. صح? يا او يا لا. تمام. يا اتحاد الكورة هو الذي يمتلك التفسير. نيه? هو المظلة اللي. طب انا ممكن اتناول موضوع كارابا من وجهة نظر تانية. بغض النظر عن دلوقتي. ان يلعب او لا. هييلعب او مش يلعب. طب النهاردة انت لما الاتحاد الدولي يبعث لك بعد ما تنتهي المهلة والزمالك بيبعث وبيرد عليه بعد ثلاث ساعات. بقولك رد علي خلال ست يام ويحدد جلسة في الجلسة تقدمية للنظر في ايه? في العقوبة وعدم تنفيذها ليه. طب. ماذا يريد الاهلي في موضوع او في موضوع الغرامة حتى الان. الناس كانت بتتكلم لما الغرامة كانت تلاتين مليون ولو تفتكر هنا عزم محمد. تكلمت قلت لا الاهلي هتفحها والاهلي هيجيب هيجيب رعاها هيجيبها بأي طريقة هيتفحها والنادي الاهلي وكانت النية للدفع. طب ايه النية الاهلي دلوقتي في التأجيل? اه في ازمة مالية وفي كل حاجة. بس ده مستقبل لعب. انت النهاردة لما تأجل مش وارد يحصل انه الغرامة المالية دي تزيد وتوصل تلاتة. طيب الغرامة المالية دلوقتي كل يوم بتزيد ميتين خمسة وسبعين دولار يوميا. طيب مش وارد انه يحصل عقوبة ايقاف تاني. ماذا يريد النادي الاهلي وماذا ينتظر لدفع غرامة كهرباء. خلي بالك كهرباء اصبح قبلة موقوتة في النادي الاهلي. والنادي الاهلي يعلم جيدا انه هو في حال عدم انه هو وصيل حل مرضي لكهرباء. انه كهرباء لو وارد يحصل منه خلي بالك. وتم تهدويته اكتر ممرة انه هو لو كهرباء خرج عن شعوره او شعر انه النادي الاهلي خلاص يعني مش مش وقف معاه وهيبطل كورة لا هيبقى له موقف تاني وموقف بنفس القوة المضادة بس هتبقى مالجان بالاخر هيتكلم يقولك انه النادي الاهلي كان طرف. مين اللي قال النادي الاهلي كان طرف? هو الرجل اللاعب هو اللعب اللاعب اللاعب? مين هيس انتضمن تعليل لاعم اللاعب اللاعب? eran هل منتناقش? مين اكيد لك ان النادي الاهلي طرف في موضوع كهرباء? ا اكيد لك انه الاهلي مش طرف. لان انا اكيد لك ان الاهلي اعادتا م 들어�في. لا انا لا ا Affairs اكيد لك ان الاهلي قطة لا انا اسبها كبتا. والله بش هكلم بالمنطق ده Want to listen to the الباليغ البيناة على من ادعى حضرك بتتدعي أن كهربا بيهدد بيقول اسبت لنا هزا الكلام طب وانت اسبت للعكس وانا راجل وحادت الان لا يا فاند ما اطلع اقول وانا اطلع اقول البدلة دي التواخدة من عب جليل وقللي وولك اسبت لنا مش من عب جليل وانت انا لا اسبت اللي تواخدة من عب جليل ما كلمك وانت لو كهربا لو كهربا لو كهربا الغرامة ما تدفعتش الاهلي ما دفع الهوش ما انا هردد عليك في دي فهل كهربا هتتخيل انه هو يسكت كده ممكن ارد عليك في دي لا كهربا نقول لك الاهلي فعلا كم احتاج كهربا الفتر فمخلص ممكن ارد مبدئيا نية الدفع كانت صادق حل لكن في الاخر انا بستخدم كل ما امتلكه من اساليب اهلي او الزمالك او اي نادي يعني انت بتمتلك كل الاساليب اللي تخليك تقلل اي حاجة عليك يا ما في غرامات على الاهلي والزمالك بسيبك من كهربا في اي موضوع بيعود يستنزفوا الاتنين الموضوع يروح محكة لغاية ما كله حدي امتحق لغاية ما في الاخر تبع على ايه السادات على ارقابتك طول ما انت بتماطل وعندك حجة قانونية وتستطيع المماطلة بتماطل وده موجود عفاكة في العالم مش بس في الزمالك والاهلي وعندية العالم كله بشكل كده فالاهلي الان من خلال الناس المحامين وغير الناس عندهم القدرة وفق اللواح والقانون بالمماطل فبيمطلوا اللي هو ايه هل حد قال انه غرامة ما تقوليش بقى ايه بسه يدفع طب ايه فده انا بقى استطيع عماطل حدفع بعد السنة لا بسه يدفع الغرامة بتزيد اوز محمد كل يوم ما نقولك الغرامة بزيد يا عم لا مفيش انا ما انا النهاردة لعيب ايه يا بس او تزيد مخليه على زمتك ستة شهور ما بيلعبش مخان دفعك ما بيلعبش بس ستة شهور النادي الاهل هوات الاهل ما ادرش بلاعب بمطل مين بمطل ايه المطرف ولاعب الاهل انت ليه مصر ان الاهل طرف كهربا كهربا عنده مشكلة مع نادي بورتغالي ومع نادي الزمالك ما بيلعبش ما تقوليش الاهل هو الاهل ده كهربا مش مقيد في الاهل مقيد في الاهل ده تقديرا لله والستة شهور الفات الدول ومين هتفع عقربة كهربا ما انت ممكن يكون عندك اي لعيب في نادي الزمالك او نادي الإسماعيلي او نادي المصري او اي لعب مين هتفع عقربة كهربا زمام ممكن لعيب يتوقف هو كهربا هو السؤال هو الولد بتاع اسمه بامبو لما اتتاخذ علي مناشطات توقفت ديه حوالي 6 شهور تمان تقفت دي بس اقولي طب اياك يا سنوحمد لا اعصان انت بتدخلني في موضوع تي لا انا بسألها عشان انت بتقولي كهرباء السيب لعب موقوف طب ما اي لعب بتعرض لإقافي يا فندم لحظة بس يا فندم لحظة طب ما هو شي كابالة يا فندم موقوف ليه يا فندم موقوف إقاف كهرباء كان مرهوم بدفع الفلوس يعني كهرباء هو يدفع ادني رجعنا نقطة الدفع من هدفع الكهرباء يا سيدي خوى يا سيدي هو لا بنت اقتلسى من هذا الان يا بليغ هو اللي هدفع منين كهرباء من الفلوس اللي هدفع من العقدة من العقدة بتاعه مش هي عقد كم من كهرباء مش هل من كده المناقشة كده المناقشة صفوستة اي اوكي ليه يا سنتب ليه احقول لك ليه احنا عايزين نقول كهرباء هيلعب دلوقتي في المرحلة دي ولا مش هيلعب اللي هيتحدد انا بقولك كهرباء لا عشان باش نختم طب ماشي انا بقولك كهرباء هيلعب انتون مش هيلعب تمام وخلي بقى لك يوم اتنين برضو حضرتك توقع ان هو ممكن يكون اجراء عنيف يعني الموضوع ما خلصش دي جالسة الصمية والنوضوع مش بقلص جاء لا وحضرتك انت بتقول لي ايه اصل الفيفاء استجاب بسرعة للبلد ها هو حضرت يا فندم هو هو مش حضرتك كنت بتقول ان هو الفيفاء لن ينظر لشكوى الزمال الا بعد 3 فترات قيد ليه لما من حق الزمال يقدر يتقدم لن يتخذ اول كهرباء يلعب الا بعد 3 فترات قيد الزمال يبدو يقدم اللي هو القيد بتاع اللي عشان خاطر موقوف النادي البرتغالي بس من حق الزمال ان يقدم مذكرة يسكو ما هو من حق الزمال يسكو من حق الزمال يسكو الزمال الفيفاء قال لكهرباء رد على الشكو خلال 6 ايام خلال 6 ايام يعني الموضوع ايه اللي فيها برضو ده تتطور انا بقولك الموضوع مش سهل يا عز محمد يعني كهرباء معرض لاتخاذ موقف انا بسأل سؤال كهرباء ضحية النادي الاهلي لا كهرباء ضحية النادي الاهلي لا 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 انا بأكد معك مترسخش فقر مش موجود لا يفنم كهرباء هو ضحية النادي ولا كهرباء ضحية اصلا كهرباء كان قاعد في مكان بقيت بقى عن الاحداث والتفاصيل هو ما كانتش حابب يكمل في الزمال انك مش ورجع الاهلي وخلص الموضوع مين اللي مخلي الفترة الفاتت واقف اللي بيدفع الحاجة ان الاهلي هنديك انت قاعد في الاهلي على زمة الاهلي حد دلوقته مافيش حاجة حصل لكهرباء مافيش حاجة اسمعلك كده يا بني هم محمينه نفسهم بتوع الكهرباء الرجل اللي يقل لك هم محمين كهرباء نفسهم قال لك احنا هنتفع ده مقتنع انه الغرامة كاملة هنتفع يا بلش مافيش الكلام ده محامين كعربة مين؟ محامين كعربة مين؟ محامين كعربة مين؟ محامين التونسي قال هتفع الغرامة كلها؟ احنا موزمين بدفع الغرامة كلها ده نجبتوله الخبر اللي هو كذبه طب خلاص سيبك من ده عشان ما نخلص بس بس موضوع تاك انت بلحق بس العزوم اللي هم الناس العزوم كونوا يعملوا ده حذرك هتدفع هتنعزم ما كده هيدفع يعني وكده هيدفع انت برضو عملت جادب فيه ما هقال لك هادفع ما النهاردة هو انا عاوزه النهاردة بدل ما اجل تاني لسه يوم كمين لا خلينا بس في الخبر قاله حلو قوي بتاع كولر ان هيقيم سافيو وبرسيتاو للصيف الجاي لا الفترة اللي جاي هيعتبرها بمثابة تقييم ليهم لا يا رب الست شهور دون اذا ما اسبطوش جدرتهم فعلا مش هي لا ما فيش وقت انه يمشي ويجيب ناس تانية او ما فيش انا ما قلتش مشي بس انا ما قلتش مشي ما هو لها تلحق تجيب حد بس خلاص بس فيه مهاجم قوي جدا جاي خلال يعني 48 ساعة تمام تمام مهاجم قوي اه افريك ده انا خلي بالك انا النهاردة عملت احصائية لقيت انه فيه مهاجم الاهل اللي جاي ده رقم العلمك الاهل المفروض يدخل في موسوعة ركوت لرقام القياسية ليه ليه عن الكلام عن المهاجم القادم المهاجم القادم لينا قدب نتكلم عن المهاجم القادم هو ده قدر يا كابتن عبدالجليل هذا قدر الانديال العظيمة الكبير يعني اوريان المدريد عايز يجيب مهاجم هتقعد كل وكالات انباء العالم مستنيه لا مش مستنيه بس ويتتنبأ يا فد يا ده جمهور الاهل الزهق هيجيب مين ده جمهور الاهل الزهق ايوه ده النهاردة بقولك الناس ايه ما هيجي قوة الاهل الناس امير امير توفيق راح يجيبه وجاي عارفل انه امير النهاردة قاعد في بيتهم مرحش ولا جاه ولا جاه مرحوا جاه مين المهاجم لا مرحوا جاه وبعدين كنت اسمح حاجة كده برضك من سلطه في بداية السنة يقولك ايه هنقيم بيرستاو التقييم الاخير ليه الاستمار لشهر يناير مين قال كده طب ارجح حضرتك فيه بالتصريحات الصحفية والكلام اللي زي كده انه هو كان تقييمه هقالك فرصة ليه اخيرا لشهر يناير خد المعلومة لسبقه لانه بيرستاو ما عرفوش يوم السوقس اسمع بس هو لسه ايه للمعلومة دي النهاردة خد المعلومة انا بقولك هو لتاني مرة يتكلق على فكر التقييم بيرستاو انا لسه او مرة سلطة ليه هو هيقعد ببص بص كده فجئت ان لسه هنستنى سنتشر على بيرستاو وسافيو نحللهم ونشوفهم قويسين والوحشين اعمار الفتكر بس اخر الموصل تاني من بيرستاو هو هيقعد متوتر طول الحالة هو هيقعد متوتر طول الحالة هو هيقعد متوتر طول الحالة اقعد يقول الناس استنوا كل الناس يجا عشان تتأس وقفين برا لا مانش الناس كلها متأكدة انت حضرتك هتخرج ازاك ده مئات قدام الخناة ده محكت على مئات ده محكت على مئات لا انا احترام ده قولت دول محبين ده قولت اللي بيحب روسش والله العظم وانا لما اقول محبين روسش شبانة لا المفروض اطلعوا الافات ده اللي فوق اللي بوجودت دول محبين لا ملايين يا بي انا اعمل لك استفتة ده عشان الدخول بس اعمل لك استفتة دولك اهلا بكم من جديد عندنا موضوعات كتير فعايزين نجري في الاجابات لو سبحتك ماشي بس اعمل بتوصيل بص عندنا موضوع مع الاسماعيل عندنا موضوع خاص بموضوع الشعر والليزر وكان الكلام غريب جدا ده دي ايه اللي تقدم عندنا دي ايه اللي لا بلاش والله لا بص كده بس لحظة مش اللعيبة قل ده تجاوز ماشي بس بلاش الالفاظ يعني خلال اقول لك على حاجة طب اقول لك طب شيء مكز لحقول لك على حاجة لحقول لك على حاجة والله العظيم الناهج ده اه كواس جدا اللي هو ده خلي انتقادنا دايما للتقويم يعني مش للنا يعني نخلص على الحد لا يعني خليل التقويم يعني ما كان شي صح ده يحصل صح؟ يعني خلينا نقولها كده مش عارف طبطبك كثيرة دي مصطبا شالبي لعب احلق شالبي لوك ايه يا كابتن يا كابتن ده بقالوش يومين بيلعب كورة عب بقى جماعة يا جماعة اللي بيحصل ده ايه ده جليزر ايه واحلق ايه ده ايه ده ايه ده ومتصوروا عام لا يا جماعة ما تزعلش مني لا دي مصخرة وعجبني للإدارة عليهم عقوبة 300000 جنيه برافوا عليهم بس يا رب بتمشي بقولك بقى لو من بيلعب انا ما شفتنوش كورنا مو عبدالله جومعة الاتنية كمان عبدالله جومعة تاني ايه نقصة وصبح محمد صبح قسم مو عبدالله جومعة حمد صبح لا انا بقولك كراجج المشد شرقي مش حلو المشد مش حلو المشد مش حلو مقزز يعني انا انت رايك ايه يا بريجيل اقول لا طرعا هو احنا بحكم يعني يعني عادتنا بس هو ورد ان اللعيب الاشي بيعرق كثير ماشي ماشي انا مقول لاش حاجة بس ان الحكم عادتنا و تقاريدنا بس نسب الليزر لا بغض النظر عن الليزر ان انت بتنشر الصورة ده في حد ذاتها هي صورة مستفزة يعني انت في حد ذاتك وبعدين في وقت الناس مش متقبلة انت الفريق في نتاج وحشة والناس دمها محروق والناس فريقها احصل ايه في الوحشة والله لو اخد كاس العالم مطلعش بالمنظر ده وت بتعمل حاجة بتستفز الناس اكتر بسلوك مستفز ومالدنيا كانت يعني اي حاجة زي كده الناس مش متقبلة للسلوك اللي زي كده واعتقد ان هما يعني هيعتذر بلغة اللعيبة دي معظمها زينا من الارياف لما الارياف دون يشكون احنا كابتن اريفة وغير اريفة كابتن يا الموضوع دي في اريف وغير اريفة انا بفهمك انا لا راجل ريفي يعني ايه يعني بيتربي على طبلية ابوية وماله يعني عارف الصح ايه والغلط ايه بس اقصد ايه ان ممكن وارد يبقى فيه لعيب بيتداء من شعر بالعرق الكتير وبيتداء بيتمرد ليل ونهار ما مكنة الحلاق ده اصدي بقى ويعني ادارة هو لازم يعني وانا ناسي ما اطلع ادارة انما الازرد عارف يعني انت بيطل شعر طول عمرك يعني بيطلعش تام يعني حاجة غريبة جدا عشان فورمت الساحل وفورمت الساحل عايزة شعر انا عارف بيعملوها ازاي الناس دي ما بتفكرش في اللعب ولا الكرة قد ما بتفكر لا يعني مثلا بتوع كمال اجسام مثلا مثلا يعني بيزيلوا الشعر اللي بيسموه والسباحة طبعا والسباحة والكلام ده لانه في الرياضة بس ما بيشير يعني يعني تفهم ازاي ده قصد يعني فالموقف مش حال انا والله مختلف على الاداة وانا مع الكابت عم بجيين انه النادي خد اجراء لا 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 ان هو ينشر حاجة زي صورة كده اول حاجة يلاقي طريق مع يعني مع عاداتنا وتقاليدنا الحاجة التانية انه هو سلوك مستفز للجمهور في وقت اللي الناس يعني الجمهور يعني قاعد متوتر ومضطرب وانت بتعمل الاجراء ولسه ده راجع ماتش واحد هو اتصاب لسه راجع لسه راجع من التأهيل بس يركز في التدريب يركز في التدريب والله بقى قاله مين بيلعب يا بليل والله بص انا اقولك يا عم ما يجيب لي عشرة دولة وعشرة كسب اشيل شعر الراس وشعر ايدك شعر الراسه ماشي لكن شعر ايده لا يعني لو تراجع كل اصحاب اللعيبة ده قول مجنيني عبدالله جمع عبدالله جمع انت مش نقص حاجة هلسه خارج بالمشكلة اه اتجاه اللي عملوا التقاليع للفترة اللي فاتت اللعيب اللي بيهتم بشعره بيهتم مش عارف النهاردة لونه ايه مش عارف ايه بيبعد عن ملعب اكتر مثال باسم مرسي باسم مرسي ده في التجربة الاولى مع فريرة وانا شفته بره كان باسم يعني ده حاجة يعني حرام باسم يوصل به للحال ده بس راجل في وقتها النهاردة يروح طالع مثلا كان شعره لونه النهاردة ايه في الماتش شعره بكرة لونه ايه الاصل ايه ده كان كل تركيز حتى امام لما قال لون شعر شفت تاني يوم طبعا رجعت بريرة عمل ايه اه طبعا تاني يوم رجعه تاني ما فيش هزار فيه اصول فيه تقليد فيه لعبة انت ممكن تتقبلها من اللعب افريقي لكن احنا بطبيعتنا مش متقبلين رجل اريافي رجل شرقي كلنا عندنا عدد الشرقية دي كلنا اه يعني كلنا فيه ارياف اه كلنا ارياف والاقاليم بس واصلنا كلها كده كل المصريين يعني ده مصطفى كمان صعيدي ياه وعبدالله سيناوي مش كده اه عبدالله سيناوي مصطفى صعيدي يعني ده طيب عموما عموما يعني برضه عشان يبقى كلامنا ايجابي عشان يبقى كلامنا ايجابي يعني ده موقف يعني مفترض ما تكررش تاني طب انا بس فكرة السوشيال ميدي برضه لو اتكلمنا فيها سوز محمد باللعيبة طريقة اللعيب ان هو ما بيقدرش فيه فيه التزام فيه مجلس ادارة الاهلي قالك التزم بالسوشيال ميديا او الزمان مجلس ادارة الاهلي قالك ما تلتزم في ما تخرجش مثلا قبل المعسكر تروح فرح او حاجة زمانك بيقولك ما تزمي لازم اللعيب اللعيب يا جماعة لازم يعني كان زمان فعلا اللعيب الكابتن محمد يقولك اللعيب بيطلع بعد المطش بيقعد يوم ولا تنمه بيطلعش من خسارة عشان بيحس ان هو نفسه المأثر والجمهور وهيواجه الجمهور انا فاكر مرة زمان وليد صراح الدين صاحبي جد وشاب حنف والشلا دي انا نسكونا صاحب زمان كن بيقعد كده فمرة الاهلي خسر ماتش باين والنا حاجة كده فكانوا بيأكلوا رز بلابان بان عند حد من الفرنس يا نهارس رز بلابان خاصرانين يا كتليلة ما ان الهال ممكن تكون خرجت او هما كباة ان طبعا كبار يعني بيحاول يخرج من من ازمته النفسية فكانت العامة زمان فعلا لما يخسر ماتش او يتعادل اياها كان المنشتة الدارك في الوقت ده بعد ماتش يقولك ايه مش عارف فريق يسعى لمصالح الجماهير يعني بعد الخسارة اي حاجة انت بتسعى لمصالح الجماهير فاتا جمهورك غاضب وزعلان فاتا حاولت اصالح الوفان تجيو وتستفز الجمهور بسلوك يعني وانت انا دم محروق والت فعلا مش حاسس يعني السوشيا لو انت روحت لزورة مكان مثلا فيه ناس محتاجة مساعدات او مستشفى ماروح ماشي ويعرض او ويعرض عشان الناس تاخد تحتازي تحتازي بالكلام اه انما انا هحتازي انا بشين شعر انا هحتازي بايه انا تقول لي مش عارف ما تقولش لفظي يا راجل والبنات رابه شعر بقى طيب 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 كابتن استاذ بليغ اسماعيل وحواليته يعني فيه ازمة في اسماعيل دلوقتي عندك معلومات ان فيه مجلس مثلا جايل او بس فكرة الاول انا اسف يعني بس سريع لو صحيح انه النهاردة فيه بعض الناس بدت تطلع تقولك احنا هنقدم والمطشو هيتعاد وبدأت ناس تقدم نفسها من خلال ان هي انا فاهم بس فيه ناس بدلوقتي بتتكلم بتقدم نفسها احنا الابطال يقول وان احنا هناخد حق الاسماعيل بيقدم بيقدم نفسه انه ليه دور يعني بي أيدي ايه بيحابل يعني ايه انا والله هعمل واساوه ومش عارف ايه ده كلام لا أساسا لهم الصحة أنا بطمئ جمهور الإسماعيلي فيه خيادات على أعلى مستوى مهتمية بموضوع الإسماعيلي الإسماعيلي نادي دولة الدولة كلها مهتمية بالإسماعيلي زي ما مهتمية بالأهل زي الاتحاد زي المصري الناس كلها مش عاوزة الإسماعيلي يقع فأنا بقول للإسماعيلي إنه هو فيه فيه انتظار انتهاء مهلة اللي هو مهلة الأسبوع على قبول الاستقالة فيه شخصيات قوية جاية ومحدش هيدفع خلي باله حركة لا وزارة ولا حد اللي هيدفع نادي الإسماعيلي لأنه هو تم الاتفاق على إنه هيبقى فيه قرد كبير هياخده نادي الإسماعيلي بضمان العضويات هو اللي هتصرف منه على الصفقات الفترة الجاية بحيث ده هو حل سريع يعني هيبقى فيه مجلس مؤقت يعني وهو دلوقتي اللايحة بتقول مدير التنفيذ المتاع بس زي موضوع الزمالي فيه لجنة اللي هي بتبقى هي المسؤولة عن الموجود هيبقى فيها شخصيات قوية من الإسماعيلي وغير تقليدية غير قبل كده والشخصيات دي محدش هيتبقى يعني الدولة النهاردة بتتجه إزاي يقوم الإسماعيلي تاني آه والحل موجود يعني بمجرد وجوده هو قرد كبير واتخذ نادي الإسماعيلي بضمان الفلوس لا والإدارة الخطأ من من ياحي الكومي إلى الرجل يعني وحشة جيد وقبل الكومي وقبل السبع كومي إسماعيلي بقاله سنين عنده مشاكل إحنا بقالنا أربع خمس سنين بس إنت برضو في الإسماعيلي بس خلي بالك أنت مفتخد وكل مرة نقف أنت عاطف بس مفتخد اختطاع الناشئين يا جماعة في الإسماعيلي كان في زمان إسماعيلي بيرس كفففين يعني كابت النهاب جلال ميسك الإسماعيلي الدور الثاني مرة من سنتين ثلاثة جاب نقاط كتير جدا وحمزي حمزة جمل لما ميسك السنة اللي فاتت عارف ليه؟ قدر فنيا عارف ليه؟ رب موجود مع وحسني ده رمزي جامد قوي وجامد جدا أنا كاف هم هد ده كله وتاريخ يعني بنا كان عندي مشكلة وختمت كويس جدا اللي عمل حافظ ولا هد؟ لا مش عارف التشيرتات مش عارف ايه؟ قاله فيه مشكلة في التشيرتات يعني لما كون خاتب النوش من اللي فات كان عندي مشكلة والحمد لله وبلغت الأموة لما رئيس النادي يحب يطلع على المسرح كتير اه هو وفي حد حيزايد على حب حمزة للإسماعيلي اللي حوالينا الإدارة برضو اشتغلوا في الإسماعيل فعلا بحب يعني بطمن كل محبي الإسماعيل وإزمحمد أنه الفترة الجاية فترة التفاف حوالي الإسماعيل كل الشخصيات اللي هتيجي هتلتف كلها حوالتنا والإسماعيل الفترة الجاية إن شاء الله هيبقى في حتة تانية إسماعيل يتصلح لما يجي حد قوي وحد مالوش مصالح وحد ما بيحبش الشو يشتغل ويشغل الناس التقيلة حد ده كاتب عنده أفكار كان التفكير الفاضل خلال غلط هات راجل أعمال يصرف وفيش راجل أعمال بيجي بيصرف ويحي لكم جاء فترة دفع قال لك خلاص أنا ما نجدعه فوقفت الدنيا ما عندكش بداية ففكرة إن إحنا هنجيب واحد يصرف دي مش موجودة خلاص في الإسماعيل انت عارف اللي أنا حطه في المصر على مين على كامل أبو علي يعني كامل أبو علي بيحاول بيصرف بيحاول يحط بقى بيصرف طبعا في العقول بس هو بيحاول يصنع استثمارات وعمال يحارب على إن يحط استادي يبتلك النادي للمصري وإن خلال سناته ويبقى في مول كبير لأن إتعاد بورسعيد كمان منطقة تجارية كبيرة فهو عمال عشان يبقى فيه استثمار لما يمشي هو النادي يبقى طول الوقت عنده استثمار ما يستناش دعم من حد فأنا نفسي في الأندية جمع ده جمع بيحاول إسماعيلي ده أنادي كتير لما فكر في تفكير رجل شخص كشخص واستبعد كان حسامو إبراهيم الرجل فيه مش موجودين فالرجل وقال لك جاب جهاز فن جديد لأ لأ أنه مصلحة المصري في حسامو إبراهيم الرجل استجاب وخلاص كل الناس كتعارف أنه عنه دفكير رسامو إبراهيم يعني مش هيرجع لكن حصل الناس وحصل استجاب طبعا فأتمنى أنه الأندية للجمالية كتير طبعا أنا هقول سؤال بس مش هاجب فأقولولك أنت الأهلي منفردا مرشح للاشتراك في كاس السوبر الإفريقي دوري بطولة السوبر الإفريقي دي حاجة شرف للكورة المصريك أبو بسألك أنا هو سألك سؤال هو سألك أنت هو الرجل ويسه عند أنا ده أنا بقول لك شرف للكورة المصرية كلها بس كده يا عم أهو رضا ليه ليه أصلي حقه كابتل حقه والنادي الأهلي يمكن زي ما حضرك قلت أن أكتر نادي في استقرار حتى لو عنده مشاكل في استقرار ده يا رضا عبد العيل قال الرضا أنا أعتزلت التدريب فالناس اللي قلت برنت أبت أعتزلت التدريب والله كان مدرب كواسي أهو كابتل بس هكابت هو بردى هو مدرب كورة بس يا كابتل بس أشارب كورة وأنت الحريف وأنت شاربين كورة بس هو مندافع شوية مندافع شوية بس يتحب جميل يتحب هو أحد بيسمع عن غير كابتل الرضا دلوقتي في مصر لا جميل كابتل لا 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 هو هو بطبيعته تلقائي أنا عاوز بس بس هو السؤال بس هو شوف حيغالوش عنينا إزاي أشتنى بس آجة من اللي بتعملها معيز عشان عشان أف جنف كان في رزولها بس ما كلمناش عن دور السوبر ده أنا بقولك ده أنا بقولك الأهل يستحق أحسن مش عايز دقة للأهل في السوبر الأفريقية يتعامل مين أهل؟ يبقى ما فيه السوبر يبقى ما فيه السوبر يتعامل إيه؟ الأهلة ما فينسحل من البطولة العربية هو لفز السوبر يعني البطولة بالبوز اللفز السوبر اللي هو الأحسن هو الأقوى الكمان الصحب المرتب صحب المرتب فرقة من بلد ولا فرقتين فرقة من كل بلد لا بس على فكرة الزمالك تصنيفه متقدر الرابع هتقدر أو السادس مش فكرة سألنا أنا بقى السادس في السوبر لا في ترتيبه على مصالة ده الأفريقية بس هو بيقولك ما مين الأول هنبدأ الأهلي طبعا بس هو بيقولك أنه هناخد لا ما لو تمانية ما هو زوالك السادس ما لو أخدوا تمانية أقول تمانية مصنفين ما هو زوالك السادس بسوء عشان عدد قليل من هما كانوا عزيني من الأول 24 فكان عشانك فاق هو خد بالك فكرة السوبر الأفريقي إيه بيأخذوا الأندية الأكثر شعبية فلوس الشيء الأكثر بطلاط شعبية فهم اضطروا يروحوا للتصنيف ليه الأول كان أكثر شعبية فأهلي وزمالك من مصر وداد ورجاء من المغرب بترجل ونجم وهكذا لما لما مصاريف عالية جدا لو 24 فقللوها بيفكروا يقللوها من تمانية لإتناشر دلوقتي كتجربة لسه كتجربة بعدين تبقى لو تمانية هدي بقى 12 صاريب عالية هدي بقى 16 هدي بقى 24 ترجع تاني بقى خلاص الأندية الأكثر شعبية فهو عشان يبعد عن فكرة المحاباة فقالك هناخد التمانية المصنفين الأوائل ولو تعرض إن في ناديين من دولة واحدة في التمانية الأوائل بيتشال النادة المصنفة التانية وياخد اللي تحتية عشان يبقى كل دولة لها ممثل فالزمالك السادس أعتقد والأهل الأول فالزمالك مضطر وزي الرجاء والوداد ما هو رجاء في التمانية برضو بس الوداد التانية بس الوداد التانية فرجاء مش هيشارك دول التانية وزي حصل في كسر العامل دل فكرة أنا بقولك أنا بقولك لو في فريق هيتاخد البطولة دا يتعامل بفريق واحد فالبطولة أفريقية فالناد الأهلي هو الأحق والأقدر به بحكم التاريخ وبحكم بطولات أنا يعني بالقصة مش قصة إن انت بتتكلم للمعارضة أو حاجة لا الناد الأهلي لو فريق واحد هيتم اختياره أنا بقولك هو الأقدر والأحق بها الناد الأهلي فالأهلي بس عشان نستبعار هايبقى برض دوري أبطال الأفريقية زي ما هو معمول جم هو ونفضل الشغور لا ما هو عشان خاطر أبطال الدوريات الأفريقية اللي شاهدوها حتى بعد كده هيبقى موجود بس هي فكرة حلوة طبعا لا لا فكرة مش هتكلم مع كلاتنبرج ولازم معها في الوقت لا أنا كنت لسه أسألك أنا مندهش من الإعلان في هذا التوقيت عن اجتماع بين الربطة والاتحاد مع كلاتنبرج أنا معندش منع يحصل الاجتماع وتعنيف إن لازم الأمر لكن هذا لا يعلن في الإعلام لأن كلاتنبرج ده ليس سجنة حكام ده طبعا أنا بقى أعتبر ده تقليلي من قيمته وشأنه خصوصا للهجوم اللي حصل للحكام الفترلات ده هو عشان هذا رأي العام يا أستاذ آه هذا امتصاص آه للرأي العام ولا ده إنت أنا أقولك حاجة أنا عاوزك ترجع بس للمشاكل السنة الفاتت الدورة في أول 12 جولة ومشاكل الدور في 12 جولة دول هتلقى ضعف المشاكل اللي كانت موجودة اللي كنا بنعاني منها السنة الفاتت استنادي مشاكل للحكام كانت تبقى متأجلة شوية للدور التاني والمنافسة ونسبة التكلم استنادي بدأ سخنة كلاتنبرج أنا في حاجات دلوقتي كل شوية أقولك تسريب لمحادسة كلاتنبرج مع حكم الفار قال له الحكم الفار في مطش الإسماعيل والمقاولين علاء صبري تسريب لمطش وليل عبد الرازق قال له إيه إيه زنبك لاتنبرج إيه إيه زنبك لاتنبرج لا ما نبقولك لا ما فكرت أموامين ما انت لا بقى تتكلم تبقى واضح كما تقول التسريب إيه اللي هو بيتكلم اللي هو عنده حق ولا ما عندهش حق لا اللي هو مسلا نقولك عننا في الحكم في طب ما نتكلم من الراجل فنيا من الراجل جاي صلح يا صيد الفار بقى له ست شهور هتصلح حاجة بقى لها سبعين سنة بايزة هو موجود هو موجود في الاتحاد ما هو لازم يقل لأول لازم اللي فكرة اللي كل شوية ده موجود في الاتحاد والكورة يبقى لك بيطلع تسريبات لا لازم كده كلاتنبرج نانوه كلاتنبرج اللي بيتسرد يا فانديم هو موجود للمنظومة خطأ فيه حاجة خطأ طب هو مانو يبقى فيه يبقى لحصل تسريب من جاز المتشك يبقى لبعض الأشخاص هلا يبقى يا صيد محمد مش بترتاح إلا لما كلاتنبرج ده يمشي ياشي اللي ما جاء يتاجي ياشي محمد لا يبقى فيه شفافية وتقول كذا كذا لا إما تكتب من اللي يقول ما لا يطلع اللي بيطلع النهاردة بيقول كلاتنبرج قال لكذا الحكام ما هو ده تسريب يعني فطارة صحفي لا مش صحفي ما فيش حاجة ما فيش حاجة كلاتنبرج بيتكلم فيه عن أي ماتش إلا لما بتبقى مموضة فبيبقى مقصودة الراجل زنبو اقفل بقى عليه اقفل انت بقى وحاسف في الغرف المغلقة ما فيش حاجة والنهاردة النهاردة بيقولك جمال علام مختلف معه الراجل ما طلعك كلاتنبرج يقولك يجي جمال علام ايه اللي كان بيقولك كان مختلف معه ده أكتر واحد يأزره وفضهره دلوقتي جمال علام وحزم إمام والدرندل جمال علام مختلف معه شوية يقولك لا ده اللي مختلف معه أحمد دياب طب لا ده هو النهاردة الراجل طلع قالك كل الأندية بتحبيني وموافقة على اللي بقوله إلا النادل أهلي النادل أهلي طب ما كل الفرق قال إلا الزمالك مش إلا الآهلي إلا آسف إلا الزمالك طب ما كل الفرق كان فيها مشاكل النهاردة نضمي لها الأهلي هل التوقيت عشان الأهلي بدأ يشتكف الحكام هل انتراض على طريقة الكابتن سيد عبد الحفيز في التعامل على فكرة ما تدوش انتراض وعلى فكرة أخذ غرامة الوحيد الوحيد انت بالعكس الوحيد اللي انت قلت انه يعني الناس متولى طب ليه محمود متولى الوحيد اللي انت كنت صار حاسم فيها وصارم فيها ماينفعش حتى وصلوا الحكم أخطى خطأ السنين اللي عيب لعيبه الحكم حكم مش انت اللي تعتارد ولا انت اللي تمسك في الحكم طيب أنا بس عايزة تتكلم بسرعة ماذا قدم كلاة البرج للتحكيم السؤال ده وماذا قدم اللي قبليه في خمسين سنة ما نصبر يا جماعة هو انت في خميل ده بيجي ثلاثة شهرين وقمسين ما فاتش تلاتة اربعة شهور يعني لسه يا جماعة نشوفه يعني لسه يا جماعة يعني لك ايه اللي قديمه بسرعة انت لك تلاتين سنة لو عايز تقول حاجة أنا عايزة اقول يا جماعة التحكيم دول بشر زي ما فيه العيب قليل في حكم قليل مش معنى كده انه هو بيتجاب على حد هو في امكانياته كده طب دلوقتي احنا عندنا بكرة الزمالك وبرامتز اعمل لك بيرامتز هيكسب يلا يا هوي انا مرة فاتع لك كده مش مرة الفاتد هتكلم هطلع الكلام وصح لا مش هكاس كلام صح برضو هنقيس بالمعيار تعارف المرات الماتش صعب جديد الماتش صعب والمدير الفن الجديد باتشيكو الرجل عارف الزمالك وحافظه وفي حالة برضو يعني ايه عارف لي صعبي كمان الزمالك تريدت لعبه بكرة هترجع الخداتة 5-2 او 3-4-3 هيقفل كواس أم طبعا هو بلاعب فرقة تقيل اه وده لازم يعارف فحيب الماتش صعب وانا اعتقدم بقى بقى ماتش ممتياني فحيب الماتش طف جدا وبعدين بارك بلاعكس انا مش حاسط لا انا انا حاش يقفل اتمنى ان بقى اولا باتشيكو بيقفل وفرها بيقف هلقها يلعبوا الاثنين هلعبوا ماتش تكتيج الجانب الاثنين هلعبوا بس اللي هيفري فيها الليزر انا بس عزختم بالنقطة الإيجابية بشيت بفريق المنتخب اليد ونتاج المتميزة ليه ماشاء الله ده ده نتاجي يا راجب كرواتيا يا راجل تكسب كرواتيا وتكسب المغرب يا سيد محمد ده مش نتاجي النهاردة ده نتاجي من شغل تسعة وسنة التسعة وتسعين مصدور والمنظومة اللي هي تم اقصاها هقول لك قابليها كمان في الناشئين يعني هم بدأوا من كده يعني من سنة التسعة وتسعين بدأت المنظومة منظومة اليد كان منظومة اليد ما اعتمدوش على الانديجاب ومشروع عمالقة وهم اللي الدول الانديجاب ما تسكن الدكتور حسن دكتور حسن مصطفى هو العمل السيستم اللي هو عمل السيستم فالنهاردة موجود مين في الاتحاد مين مش موجود فالرجل الانديجاب وماشاء الله ومنتخب النهاردة طموحه مدرق منتخب بيحلم بالبطولة زملك ولا بيرامدز الماشي صعب مش قادرة توقعه بصراحة بردو انت تاني كابتن عبي جينا بشكرك شكرا جزيلا بقى يهرب من رهانات دلوقتي طب اتعمليه في الناس اللي برا انا بشكرا شكرا اتعمليه في الناس اللي برا احنا كده وصلنا لنهاية حلقة النهاردة بكرا ان شاء الله ازا كان لنا عمري في تمام الحدي عشر مساء حلقة جديدة من بوكس تو بوكس الى اللقاء